اشتركوا في القناة طبعا طلعت بتشحي وغرقانة هيك بالصاص وطيبة وعملوها بنفس نوع المعكرونة اهلا يا سكر اهلا فيكم معي اليوم انا بيان ورجعت لكم جديد بفيديو جديد ان شاء الله كلياتكن هيك تكونوا رائعين وبالف خير يا رب بهذا الفيديو هيك رحاخدكن مع السور احنا اشتري شوية اغراض ما بعرف هيك شوية مشتريات للبيت كتحابة اعمل هيك تغييرات شوي بالمطبخ بالزوايا اللي بصور فيها حسرا يعني وفعلا اول شي كتاعمل وردات وهيك وليفت المجلة ونضفت هيك فئة كتير متنشطة مبارح وبعدين قتل حالي طلعت هيك قتل حالي انه ما في عندي هدول الشغلات اللي انا حابة انه حطن فخلص قررت اني اطلع السوق ورح اخدكن معي رح نشتري شوية اغراض للهيكل الديكور وبعدين رح افرجيكم شو اشتريت فاول شي هون انت لكم في اطماطنشطة مبارح كنت شارية شوية اغراض للبيت يعني هدول الشغلات الاساسيات الزيت الزبدة القهوة السكر يعني هدول الاشياء الاساسية فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هذا المربع تقريبا هو اللي بيقديني مثلا لطبخة او لأقلبيد يعني طبخات الصغيرة مثلا اوقات لأعمل الصباح يعني اهم شي صراحة الصباح لانه للمدرسة يعني فخرس كل يوم بقيم وكعب صغير وبحطه بالمقلاية ويوي عن جد بتريح هي الشغلة احسن من انه كل ما بدي زبدة اقعد قطع فيها وعفكرة هذا النوع من الزبدة الحيوانية اذا بقيت فترة طويلة حتى لو بالبراد وهيك او بتتغير طعمته او ممكن ينتزع فانا هون بحطهم بالعلب هدول وبعدين بدخلهم عالتلاجة وضلوا عندي فترة كتير طويلة واذا بتلاحظوا خليت القطع بالعلبة التانية اكبر فهدول مثلا هيك طبخات رز طبخة يعني بدي كمية زبدة اكبر فبس والله هيك غطيتهم ويقول لكم انه بحافظوا على حالهم مدة كتير طويلة بالفريزر وهون اجيت بدي عبي انانس زيت قطل حالي لا انه بدهم غسلة كل فترة والتانية بحطهم بيقلبس جلاي بيطلعوا خلاص كتير نضاف وعمل مولمع فما في داعي اني عبيهم هلأ تركتهم للمساء ترجمة نانسي قنقرا المترجم للقناة 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 لا صيفي لا شتوي حسنة الموديلات لساتة من السنة الماضية الشغلات اغلبة من السنة الماضية الشتوية يعني ما نزل هيك الكوليكشن الجديد مثل ما بيقولوا فقت لحالي انه انا كنت ناوي اشتري جواكيت مثلا قت لحالي لا خليلي حتى عن جد ينزل الشتوي مصبوط وتنزل الموديلات الجديدة وبعدها نجيب جاكتات لقلنا وهيك اشياء شتوية بس جبت هيك كم شغلة كنت بحطة ببالي يعني انه الشي اللي بديها شي يكون عملي استفيد منه وضمن ميزانية محدودة فيعني توفقت بي كان شغلة هيك للبيت هلأ رح فرجيكم يوم بنهاية الفيديو هون جيت عن طبخ فورا وانا لما كون كتير محتارة وبيدي اطبخ بالبيت يعني ما بدي اشتري جاهز بعمل معكرونة واكتر ان احنا معكرونة هلأ معلقينا لها هي معكرونة بالبشاميل او ما بعرف اذا تسمى بالبشاميل يعني هي عبارة عن حليب وكريمة وصد الجاج وشو كمان وبحطي كتوابل وبتطلع كتير طيبة وعن جد كتير حبينا هي الفترة بيمكن عم بعملها لدرجة اني عم بعملها كل اسبوع مرة شكرا لها أسلي موضرش حبات على ملح بس بس يولا تبترنا لح تماما بحرك ايدك هيكي بذك الكافيرا هيك شوي شوي اوكي يلا اهلا متابعين حني شو عمر حمر اوه شو عملت معكرونة الصدق بدى احفار معاكي هلا كترت كمية البهارات اللي حتيت على اللحمة لكن هذه البهارات اللي حتيت مع المعكيرونا كليات اللي ستخطلطه مني ستكون الكمية مناسبة طبعا تشهي وغرقانة بالصوص وطيبة وملوها بنفس نوع المعكيرونا بحيث انه يفوت بقلبها لصوص والاخير رشيت عليها رشة أوريغانو من فوق وبس تشهي طبعا فيكم تحطوها بالفرن تحطوها على مشاقش اوان بس انه هيك سريع سريع تماما هلا بنهاية الصيف بحس البشرة هيك عم تنشف اكتر من العادي كنا بالصيف مثلا نحط ماسك مرة بالاسبوع هلا لا يوم اي يوم لا او كل يومين بحس انه هيك اكتر نضارة للبشرة وترطيب وحتى بالنسبة للفازلين فازلين للشفايف يعني بحس انه ضروري كمان عندي هدول المساج للوش كثير زراف صبايا بعد السيروم بعد الماسك فازلين اتركوا هيا دعوني نشيل ما اشدرت جبت شغلات اكتر اكتر عمليه صراحة اوه اول شي عندي هاي بين تنجرة بن حافظة اكل حساتها كثير القيام تضع الأكل في قلبه و تضعه بالبراد و إذا أريد أن يسخن فيها نفسها و أول شيء كنت جايبته هنا هدول الأمحات حسيتهم كمان سيطلعوا حلوين بالديكور هكذا ديكور دافي سيكون سيطلعوا حلوين كمان شو جبت جبت هكا هدول يضعوا على الطاولة مثل هكا ما أعرف كيف ما أعرفتوهم و أعرف ما أكتبوني تحت التعليقات المهم أن هدول يضعوا على الطاولة المفروض أنه نجيب أربع ملئة تقلتين فقررت أنه لا ما رحضوهم على الطاولة سيستخدمهم كمان بالديكور جبت هدول الملاشف الأسلام مثلين كمان لازمينهم كثير هكا حبيتهم و صراف كمان هي هيك العلبة خشب فحسيت أنه أغلب الشغلات اللي جبتها خشب فجبت هاي العلبة خشب و لو حتت قطيع الخشب كمان سيستخدمهم بالديكور وتقريبا هي أغلب الشغلات اللي اشتريتها أخبركم أنه أنا كنت أحط ببالي شي معين اللي لقيته جبته واللي ما لقيته ما جبته فإن شاء الله بالفيديو الجاي رحمة لشيك شفية تعديلات وديكورات بسيطة بالبيت فخليكن معي وإذا ما لكم مشتركين شو ناطرين شتركوا بالقناة وما تنسوني من دعواتكم الحلوة ولكم المثل يا رب باي باي